بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا لو انت بتسخدم سترايب هو موضوع الضرائب بقود سترايب بتوفرنا ميزة كويسة جدا وهي ان احنا نقدر نجمع الضرائب من المبيعات اللي احنا بناعملها لو انت النشاط التجاري الخاص بيك مسجل في دولة ما بتطلب منك انك تجمع الضرائب لما توصل لحد معين من المبيعات زي ما شرحنا بالنسبة لبريطانيا في الفيديوهات الخاصة بالضرائب قلنا ان احنا لما بنوصل لحجم مبيعات معينة لازم نحنا وقتها نبدأ نجمع الضرائب او لو انت بتبيع منتجات في دولة بتفرض ضرائبة قيمة مضافة هنعرف في الفيديو ان شاء الله ازاي انك تقدر تجمع الضرائب دي على المبيعات الخاصة بيك من خلال استرايب وبشكل تلقائي تماما حسب كل مشتخدم وحسب الدولة الموجود فيها النشاط التجاري الخاص بيك وكمان الدولة الخاصة بالمشتري هندخل كده فورا الى الشرح بباشرة طبعا حابة نوه ان الدول المدعومة بالنسبة لجزئة التاكس او الضرائب بالنسبة لسترايب دي ابرز الدول المدعومة زي ما احنا شايفين بيعرفك هنا الدولة وبيعرفك هنا نوع الضريبة ويعرفك كمان المنتج المفروض عليه الضريبة او نوع المنتجات اللي بتفرض عليها كل دولة ضريبة فيه بتفرض علي كل المنتجات في دول مسلا زي بتفرض علي المنتجات الديجتال او المنتجات الرقمية فقط وكمان بيعرفك هنا نوع المبيعة او نوع عملية البيع هل هي عملية بيع عن بعد او هي عملية بيع داخل بتحصل داخل الدولة تقدر تشوف كمان حدود الخاصة بالضرائب مسلا دخلنا الى هنلاحظ ان احنا بيعرفنا مجموعة عن المعلومات عن الضريبة داخل المملكة المتحدة وهن يبتكون اه ضريبة اه تقريبا اه عشرين في المية زي ما هنشوف مع بعض ومعلومات عن كيفية جمعها وما لذلك هسيب لكم مرة بدا ان شاء الله اه في وصف الفيديو لو عايز تعرف اه معلومات عن الدولة اه اللي انت تنشط فيها وبيعها فيها منتجات وايه هي الضرائب اللي انت مطالب بيجمعها حسب كل دولة هنبدأ مع بعض الشرح ان شاء الله اول حاجة نروح الى قسم التاكس طبعا قسم التاكس ممكن تروح لي من ممكن من خيار مور تروح الى قسم تاكس وتبدأ انك تضيف او تجهز اعدادات التاكس الخاصة بيك طبعا احنا على الوضع الاختباري تقدر انك تفعل التستمود من الزر ده ونتجرب بنفسك زي ما هنشوف مع بعض قبل ما تطبق اي اه تعديلات على الحساب الخاص بيك هنروح الى التاكس سيتنجز هنبدأ اللي وقت نتكلم عن اعدادات خاصة اه بالضرائب عندنا هنا تات اعدادات مهمة لازم نحن نتبه لها اول حاجة معلومات النشاط التجاري الخاص بينا اه هنا بنختار الدولة اللي احنا مسجلين فيها كنشاط تجاري اه انا النشاط تجاري مسجل اه في الحساب ده في المملكة المتحدة والشركة الخاصة بيها مسجلة في نفس المكان لو انت الشركة بتاتك ومعلومات النشاط التجاري الخاص بيك مش مسجلة في استرايب غالبا هنزهر لك هنا خيار لاتحقق ويرفع المستنادات الخاصة بالشركة اللي بتثبت العنوان بتاعها ده كان الجزء الاول اللي هو بقال كنا عندنا هنا الاسعار والمنتجات اه من القسم ده حد المنتجات اللي انت بتبقها من خلال استرايب اه الحاجات دي او النقطة دي ممكن تفرق اه لو انت موجود في دولة فيها اختلاف في طريق جامع ضرائب زي ما قلنا ان الضرائب بتختلف حسب نوع المنتجات وكمان حسب نوع عملية البيع مسلا عندنا دولة زي كلومبيا مش بتفرض ضريبة الا على المنتجات الرقمية فالقسم ده بيفيلك في الجزئية دي ممكن تبيع منتجات اه ما في اه دولة مسلا زي بريطانيا بيكون اه بيتم فرض عليها ضرائب في دولة تانية مش بيتم فرض ضرائب عليها كمان من الجزئات المهمة ان اه متاح لمنتجات مادية ومنتجات رقمية اقسام لمنتجات المادية اه الرقمية زي الكتب والبطاقات اللي هي بطاقات الهدايا وغيرها من امور وكمان المنتجات اللي هي المادي حدد هنا القسم المناسب ليك وبعد كده تأكد ان الخيارين دول مفاعلين الخيار الاول ان هو التكس او الضريبة مش مضمنة مع السعر انت بتبيع المنتج بسعر معين للسعر الخاص بيك بعد كده لو انت بتبيع المنتج ده لشخص موجود في دولة بتجمع منها ضرائب بيتم بشكل تلقائي فرض ضريبة اه اثناء عملية الدفع فالافضل انك بتكون مساعر المنتج بدون جمع الضريبة اه بداخله بشكل اه يدوي بيغنيك عن الامر ده وبيجمعها بشكل تلقائي النقطة التانية هي ان طبعا بتكون مفاعل خيار جمع الضريبة او حساب الضريبة بشكل تلقائي وده غالبا بيكون اه خيار مفاعل بشكل افتراضي لكن اتأكد انه هو مفاعل كده اكون احنا وطبرا انتهينا من اعدادات الضريبة هنروح دلوقتي الى قسم التسجيل هنبدأ ان احنا نضيف الدولة اللي احنا بنجمع منها اه الضريبة انا مسلا نختار في الحالة بتاعتها طبعا الدولة دي هي نفس الدولة الموجودة في القائمة اللي احنا شفناها تقدر تجمع ضريبة من خلال بي حسب الدولة اللي انت بانشاط فيها هنا بيسأل له هل انت مسجل لجامع ضريبة القيمة الوظافة هنقول له نعم طبعا احنا كنا كنا في الفيديو السابق عن الضرائب في المملكة المتحدة وقلنا ان انت بيكون مطلوب انك تجمع ضريبة قيمة وظافة لما توصل لرقم معين من او حجم معين من اه المبيعات بالجنيه الاستروليني بعدها بتكون مطالب بالتسجيل وجامع ضرائب القيمة وظافة وتزديدها كل تلات شهور تقدر ترجعوا الى الفيديو اللي احنا شرحنا على القناة واللي كنا فيه بشكل تفصيلي عن الضرائب في بريطانيا خلاص كده حددنا المملكة المتحدة طبعا تقدر تحدد اكتر من دولة كل مرة ما فيش اي مشكلة احنا فقط بنضرب مثال هنا بيقول لنا هل هنبدأ الجامع ضرائب دي بشكل فوري ولا هنبدأ من رقم او من يوم معين هنقول له ان احنا نجمعها بشكل فوري ويبعد كده نضغط على start collecting كده احنا نعتبر انتهينا من اضافة المعلومات الضرائبية اللي احنا محتاجينها عشان نجمع ضرائب من الدولة اللي احنا حددناها المملكة المتحدة وزي ما قلت تقدر تضيف اكتر من دولة وتقدر تضيف اقسام مختلفة للمنتاجات لكل دولة بدون اي مشاكل بالنسبة للقسم لقسم المرقبة هو قسم ممتاز جدا ويعطينا معلومات كويسة بالنسبة لما زي الصورة اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي لما بنوصل الى حجم ابيعات معين بنبهنا هنا ان احنا وصلنا الى الحد اللي احنا بعده لازم نحنا نبدأ نجمع ضريبة فقسم ده بيوفر لنا مجموعة من معلومات الكويسة طبعا نفيش هنا داتة عشان احنا بنستخدم قسم قسم التجريبي دلوقتي هنعمل تجربة بسكيتة عشان نتأكد ان بالفعل خيار جمع الضرائب اللي احنا اضفناه شغال بدون اي مشاكل هنعمل تجربة من خلال عمل فاتورة او رابط لدفع ثمن منتج معين احنا بنبيعه على سترايب خلونا نظر على كريت تست بيمينت هنا طبعا احنا ما فيش عندنا اي منتجات نقدر نحن نعددها فنختار اد برودكت هنكتب مسلا اي شيء طبعا بنختار ان المنتج يكون في نفس القسم اللي احنا اضفنا عليه الكود الضريبي وبعد كده بنختار او بنتأكد ان الخيار مفاعل ان هو نوع السعر لا يتضمن الضيبة هنحدد مسلا سعر المنتج ان هو يكون ميت اه جنيه استرليني لاحظ ان هو هنا حسب الضريب بشكل اه افتراضي وقالك لو ان الشخص اللي بيشتري المنتج ده موجود في المملكة المتحدة هيدفع اه ضريبة قيمة وضافة عشرين في المية وحسب القيمة النهائية للمنتج مية وعشرين جنيه استرليني ده اه بشكل افتراضي زي ما هنشوف مع بعض خلونا نتاكد برضو كمان لما نقطع على ونتاكد قبل ما نعمل فاتورة ان احنا بنجمع الضريبة الخيار ده بيكون فاعل شركة القائد اكد ان هو مفاعل زي ما احنا شايفين بعد كده هنضغط على زي ما احنا شايفين احنا كده انشأنا رابط دفع لتمن المنتج الخاص بنا تعال نشوف هل هيتم تطبيق ضريبة على المنتج ده لو اخترنا ان احنا نشتري المنتج ده من داخل المملكة المتحدة هنعمل نسخ للرابط الدفع وهي نفتحها في مصفح جديد فتحنا دلوقتي رابط الدفع او الفاتورة اللي احنا انشأناها من خلال زي ما احنا شايفين الدولة محددة مصر طبعا احنا بتعرف على الدولة من محددها الدولة مصر فما فيش اي ضريبة بيتم فرضها على المنتج لان احنا ما اضفناش مصر من قائمة الدول اللي احنا بدي اجمع منها الضرائب وهي اصلا مش موجودة في القائمة طب تعالوا نتغير لو احنا مثلا اه بنعمة عمية الشراء دي من داخل المملكة المتحدة هنلاحز ان ثم فرض ضريبة بشكل ثوري اشرين في المية من ساعة المنتج هنا ايه الميزة في جمع الضرب بالطريقة دي الميزة انك زي ما شفت بيتم بشكل تلقائي ممكن انك تبيع المنتج لاشخاص في دول مختلفة وكل شخص يشتري حسب النظام الضريبي في دولته انا موجود في مصر اقدر اشتري منتج بدون اه دفع ضريبة لو انا موجود في اه المملكة المتحدة لازم ادفع ضريبة القيمة المضافة على المنتج اللي هي عشرين في المية بالطريقة دي انت هتقدر تحدد سعر المنتج الخاص اللي انت بتبيعه معها مش الربح بشكل يدوي يبقى مثلا انت بتديع منتج بيه اه سبعة دولار وعايز تضيف اه مثلا ربح ثلاثة دولار يبقى هتسعر المنتج على عشرة دولار بعد كده لو انت بتجمع ضرائب تقدر تحدد الضريبة دي لكل دولة وكل شخص بقى يدفع حسب نظام الضريبي في دولته انت في الحالة دي مش بتحتاج انك تعد تحسب الضريب وتضيفها بشكل يدوي على كل منتج وهل الدولة دي بتجمع ضريبة ولا لا استرائيل بيغنيك عن الاهتمام بامور دي هو بيعمل الموضوع ده بشكل لقائي وزي ما احنا شايفين لو غيرنا الدولة مش هندفع ضرائب اي دولة زي ما احنا شايفين احنا مش بنجمع منها ضرائب او الباع اللي هو احنا مش بنجمع منها ضرائب ولو حددنا الدولة اللي احنا مطالبين فيها ان احنا نجمع ضرائب من المبيعات بيتم تطبيق ضريبة بشكل تلقائي من خلال طبعا نفس الكلام اللي شفناه بالنسبة لربط الدفع اللي انشأناه ينطبق على المنتجات اللي بيتمعها من خلال وكمان ينطبق على الفواتير لما بتضيف اعدادات ضرائب بالطريقة اللي احنا شفناها ده بينطبق على المنتجات بينطبق على رابط الدفع وكمان بينطبق على الفواتير اللي انت بتعملها من خلال لو حبينا نشوف مسلا لو بنضيف منتج جديد من خلال صفحة المنتجات تقدر تكتب اي وصف لكن المهم هو تكون تختار نفس الكود اللي انت انشأته من خلال قسم التسجيل وبعد كده لو ضفت اي مسلا سعر للمنتج وتأكد ان انت مش مضمنة ضريبة مش موجودة او مش محسوبة مع الساعة تأكد ان الخيار ده وبعد كده اروحت الى الخيارات المتقدمة هتلاحز ان بيقولك هنا ان بشكل افتراضي اشرين في المية ضريبة اه للقيمة اضافة على المكان اللي احنا اخترناه اللي هو المملكة المتحدة طبعا اي دولة خلاص انت اخترتها او بتستخدمها هتلاقيها ظهرة في المكان ده ومن خلال الطريقة دي انت بتضيف المنتجات اكد انك مش بتحسب الضرائب على سعر المنتج وهتلاقي ان الضرائب بتنطبق بشكل تلقائي على عمليات الدفع اللي بتتم في الدول اللي انت حددتها بشكل مسبق اخر نقطة حابب اني انوه عليها في الجزء ده هو التسعيرة الخاصة بالخدمة دي خدمة حساب الضرائب ويجمعها في استرائب هي مش خدمة مجانية ولكنها بيتم فرض رسوم على استخدامها حتى لو كانت الضرائب اللي انت يعني لو شخص بيشتري منتج ما في دولة الدولة دي انت مسجلها بتجمع منها ضرائب لكن في العملية دي بتحديد كانت الضرائب المجموعة صفر بيتم برضو فرض رسوم على العملية دي عشان تفهم بالزبط ازاي استرائب بيحسب عملية جمع الضرائب طبعا بالنسبة دي يعني بالطريقة اللي احنا استخدمناها مش بالطريقة اللي هي المطورين اللي هما بيطيفوا اكواد على بواب الدفع الخاصة بالطريقة اللي احنا استخدمناها بيتم فرض رسوم نصف في المية نصف في المية على ايه على التم معالجته على حجم الاموال اللي ايه تم معالجيتها يعني ان افترض مثلا ان انت في شهر ما حقات مبيعات في بريطانيا بقيمة عشر تلاف جنيه استرليني ويه بريطانيا انت بسجلها كدولة بتجمع منها ضريبة بيتم فرض رسوم نصف المية على ده بشكل كامل على كمية المبيعات بشكل كامل حتى لو في مبيعات كانت نسبة ضريبة عليها صفر اتمنى النقطة دي تكون واضحة طبعا بالنسبة لي جميع المطورين باستخدموا اه اعدادات متقدمة من خلال الخاص بيتم فرض اه نصف اه دولار على الكون الواحد للآي بي وطبعا ده بالنسبة لي المعاونة النفسها لما اه بالنسبة لي الحساب بيكون الرسوم اه خمسة سنت تقريبا ده كان الجزء الخاص او التسهيل الخاص باستخدام خدمة الضرائب على الثريب زي ما قلنا لو بتسخدم طريقة اللو كود او النو كود بالطريقة اللي احنا شوفتنا مع بعض بيكون السعر نصف في المية من اجمالي حجم المبيعات اللي انت حققتها داخل الدولة اللي انت بتجمع منها ضريبة ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة واللي تكلمنا في عن جزئية الضرائب على الثريب وازاي انك تقدر تجمع الضرائب من المبيعات الخاصة بيك بشكل للقائي وبدون اي مجهود من اعدالات بسيطة جدا تقدر انك تجمع ضرائب من المستخدمين لو انت مسجل في دولة مطالب انك تجمع ضرائب من المبيعات فيها احنا ما شرحنا في الفيديو ده مثال على بريطانيا تقدر تطبق نفس الشرح على الدولة اللي انت موجود فيها وكمان تقدر تضيف اكثر من دولة مفيش اي مشكلة او اقسام مختلفة من المنتجات والضرائب هتولى بنيابة عنك عملية حساب وجمع الضرائب من عملية المبيعات ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى اردتكم استفدتم لو اي حد عندكم استفسار عن اي حاجة وردت في الفيديو سبناكم منت اسفل الفيديو وان شاء الله اجابك عن استفسارك منسوش الامور انا بعمل شير للفيديو واشتراك في القناة بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله واركاته اشتركوا في القناة